السلام عليكم. اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير. اهلا بكم على قناتي. وان شاء الله سوف يكون عبارة عن ميدالية من ميدالية الهاتف او عليقة او السلسلة خاصة بالهاتف. سوف تكون يعني لاصحاب المشاريع يعني كبداية لاصحاب المشاريع اه في البيت و اه نبتع لبركة الليلة وكثير في المقدمة سوف نحتاج الى خرز اللولي وواحدة يكون حجمها اكبر و اه خرز البوليمير وايضا خرز الجاميكا. اه هنا ممكن استعمال هذا الخيط خيط النيلون او استعمال خيط السنارة او خيط المطاطي. سوف استعمل هذا اللون اعجبني لون اه افايت. اه سوف اقوم باخد انا حسب فيه ميدالية قصيرة وفيه ميدالية طبيلة. انا دائما اشتغل متوسطة واصغيرة. سوف اقص اه اه بعد ذلك سوف اخذ اخذ الطرف مع الطرف ثم سوف اطرف اربعة خمسة سنتيم في هذا المكان واقوم بعمل هذه العقدة. سوف احاول انني العقدة اه اضبطها جيدا حتى تكون تصغر يعني لا تكون هكذا كبيرة. واتأكد انها محكمة. الان اه سوف اخذ طرفين مع بعض وسوف اقوم باولا بحرق الاطراف يعني حتى يسهل علي مرض الخيط اه بكل انواع الخرس ويسهل علي عمل. سوف اخذ الطرف الثاني وهو ايضا سوف اقوم بحرق الطرف يعني فقط انتما احرق يعني احرق يعني اه ضروري انكم تمسكه حتى يصغر حجمه. سوف اخذ الطرف على الطرف وسوف ادخل الخارس اللولي الكبير الذي حجمه اكبر سوف ادخله بهذا الشكل. بعد ذلك سوف اخذ كل الطرفين. الطرف الاول سوف يكون مختلف على الطرف الثاني. سوف انا هنا استعملت عشرة من خارس الجمايكة. يعني عشرة اه قياسه جميل. اه ممكن تستعمل خمسة عشر. ممكن تستعمل اقل لكن عشرة فهي مناسبة صراحة. وواحدة من خارس اللولي. اه مرة اخرى عشرة واحدات. هو واحدة من الخارس اللولي. كل هذا الطرف سوف يكون بهذا الشكل. خارس اللولي استعملت هذا الحجم. ليس السعر انما المتبسط. انه هنا وضعت العشرة. اه حتى يسهل علي في الفيديو تصويره. بهذا الشكل بالنسبة الالوان. اه كل اه كل الوان خارس الجمايكة صراحة جميلة جدا من منها الاحمر يعني الاصفر وهذه الالوان الباستيل فكلها صراحة جميلة جدا. الان سوف اترك هذه الجهة واذهب معكم من جال الاخرى حتى لا يكون فيديو طويل. ساقوم بوضع مرة اخرى عشرة بهذا الشكل. عشرة وحدات. ثم واحدة من آه الخارس اللولي. آآ حاول دائما ان يكون معكم الخارس اللولي لانه صراحة آآ جميلة جدا في الاكسسوارات سواء الاكسسوارات الخاصة يعني بالفتيات وايضا الاكسسوارات الخاصة بالهاتف او الميداديات. آآ صراحة خارس اللولي جميلة جدا بكل يعني بكل احجامه دائما اذا توفروا لديكم اشتروه. صراحة جميلة جدا. انا هنا اعود حتى لا يكون العدد آآ يعني ناقص او زائد. الآن بعد ما عملت اربعة اربعة مجموعة ساقوم بعمل الخارس البوليمير او الفوم سوف آآ انا استعملت هنا الفواكذ ساعملها اي شكل تريدان ما بين كل واحدة واحدة سوف استعمل او اضع الخارس اللولي. بهذا الشكل. آآ نستعمل ثلاثة. ثلاثة جيدة جدا مناسبة. آآ لا تستعمل اتنان استعملها ثلاثة اربعة تكون مناسبة جدا. في حال اذا كان الخارس صغير خارس البوليمير صغير استعمل اربعة خمسة. عندما بعد ما انتهيت هنا سوف انهي آآ انهي الطرف الثاني ايضا بخارس نفس الطريقة آآ خارس الجمايكة عشرة وواحدة مع اللولي. وايضا الطرف الثانية فانهي ايضا حتى حتى تحصل على الطول المناسب. بالنسبة الخيط الخارس الجمايكة الخيط وصراحة سوف يشتغل معكم مجموعة يعني مجموعة على كبير من الاساور اعفوا من السلسلات او الاكسسوارات الخاصة بالكافر الخاص بالهاتف يعني سوف يشتغل معكم كمية لا بأس بها. فرع نسميه فرع. فرع خارس الجمايكة. احاول ابحث على الكلمة المناسبة. انا هنا آآ دائما الاخير اخر شيء سوف يكون مختلف يعني واحد وضعت فيها خارس اللولي وواحد نهايتها خارس الجمايكة. حتى يكون العمل متماتل. الان ساقوم بغلق بالعقدتين. العقدتين كافيتين لانه خارس عندي سميك بعض الشيء. اذا كان اعفوا. الخارس سميك بعض الشيء اذا كان سمكه اقل. استعملت ثلاث عقد. انا استعملت اثنين. لانه عندنا استعملت ثلاثة سوف يكون بارس جدا. والاطراف دائما احاول انني اتبت العقدة بحرق الطرف ولسقه. اه لسقه بخلفية الولاعة. اه يكون جميل. اه. الاحظ بعض تعليقات على انه اتكلم باللغة الدرجة. يكون افضل انني لا اتكلم بهذه اللاعة. انا اتكلم باللهجة ضيضاء. لهجة ضيداء. لا هي مصرية ولا هي فصحة ولا هي سوريا يعني كلها مازيج اه نسميه مازيج من اللهجات حتى نخرج لكم كلمات مفهومة تسمى اللهجة الضيداء . ليس لديها ان اللهجة ليس لديها اصل. انما هي مجموعة من اللهجات مجموعة من اللغات آآ اللغات لان اتكلم بها حتى الكل يفهمها لان الدارجة المغربية اذا تكلمت بها لان صعبة في الفهم آآ الحمد لله في دور كثير يغنون او يعرفون اللغة او اللهجة المغربية لكن ليس الكثير لهذا فانا دائما اتكلم باللغة الفصحى انا لا اتكلم باللغة الفصحى اتكلم بلهجة ضيضة فقط لانه كثيرا الاحظ انه يقول لان اتكلم باللغة المغربية لكن اللغة المغربية يعني فهمها الجميع انا اريد الفيديوهات الكل يشتغلها الكل يفهمها الكل يفهم الفيديو اذا اشتغلت انا باللهجة المغربية فقط مغربة الذين سوفهمون آآ فيديو هذه انا لا انا اريد الكل ليفهم آآ عملي شغل انا لا اقدم فلوغات انما اقدم دروس آآ في الاعمال اليدوية او آآ افكار في الأعمال اليدوية حتى الجميع يفهمها وكيف سوف يفهمها إذا أنا تكلمت باللغة لن يفهمها الجميع لهذا سوف أنتوقف على هذا الموضوع أنا هنا لا أتكلم اللغة الفصحة إنما أتكلم اللهجة الضيضاء أتمنى إن شاء الله أن يكونوا في كنات إعجابكم أن أهم شيء تطبقوها أنا سوف أقوم بوضع مجموعة أخرى إن شاء الله بخير مع السلامة شكرا شكرا